السلام عليكم وحياكم الله في فيديو جديد راح نتكلم فيه إن شاء الله عن رسائل التنبيهات أو الألرت كنترولرز بنوعي الألرت فيو والأكشن شيت وأنواع الأكشن بداخلهم راح نتكلم عن الفروقات ما بينهم ومتى ممكن نستخدم الألرت فيو ومتى ممكن نستخدم الأكشن شيت بالإضافة إلى تفاصيل أخرى راح نتكلم عنها فخلونا كالعادة نقول بسم الله ونروح على الإكس كود الآن هذا مشروع جديد أنشأنا على الإكس كود واجهة فارغة في الستوري بورد كالعادة راح نشتغل عليها الواجهة هيدا راح نضيف لها 2 بوتونز البوتون الأول إذا سوينا كليك عليه نطلع الارت فيو والبوتون الثاني إذا سوينا كليك عليه راح نعرض الأكشن شيت خلونا في البداية ممكن نغير الباكجروند بدال اللون الأبيض إلى أي لون من الألوان الأخرى ممكن نستخدم هذا اللون ممكن نجي نضيف البوتونز اللي معانا كماند شيفت ال كالعادة من اللايبراري نبدأ نسحب البوتون الأول ورح نسمي هذا البوتون من القائمة اللي على يمين على تريبيوتو انسبكتور شو ألرت فيو والبوتون الثاني راح يكون بنفس المبدأ ممكن نقول كماند سي كماند في النس خلاص نحطه أسفل من البوتون الأول ما راح نستغل على الكنسترينت في هذا الدرس تكلمنا عنها سابقا بس عشان نتكلم عن موضوع الألرت كنترولرز هذا راح نسمي شو خلونا نقول أكشن شيت ممكن نغير لهم باكجروند حتى يكون لونهم واضح من خلال خيار الباكجروند اللي موجود هنا عندنا في القائمة اللي على يمين على تريبيوتو انسبكتور ننزل في الأسفل نغير الباكجروند إلى مثلا شي من اللون الأبيض وايت كالر وأيضا نغير بالنسبة للبوتون الثاني نفس المبدأ نغير الباكجروند إلى اللون الأبيض لو حبيت تقدر أيضا تعطي خصائص أخرى للبوتونز اللي عندك مع بعض تسوي كليك على الأول شفت كليك على الثاني ممكن تزيد الفونتس الخاص فيهم الآن نجي نربط هذه الـ Two Buttons اللي عندي مع الكود كيف أربطهم مثل ما تعلمنا سابقا نجي من القائمة اللي عليه سار في عندي خيار الـ View Controller أو عفواً Class View Controller طبعا مثل ما احنا عارفين أي واجهة جديدة في الـ Storyboard يكون مرتبطة مع هذا الكلاس في أي مشروع جديد يكون عندي Class View Controller وواجهة في الـ Storyboard مرتبطة مع هذا الكلاس فألت من الكيبورد وكليك على View Controller يطلع ليه في الجزء الأيمن حتى تقدر أربط البوتونز اللي عندي كليك يمين على البوتون الأول نسحب بعد الـ View Dead Load أحسن ما يفرق مكاننا لكن مثلا بعد الـ View Dead Load نختار الـ Connection لنا يكون Action ونبدأ نعطي له اسم هذا نسمي مثلا BTN Alert View نسحب على البوتون الثاني ونحطه تحته نقوله BTN Action Sheet الآن خلاص نتهينا نربط نقفل ونروح هنا على View Controller رح نقفل أيضا القائمة اللي على اليسار نجي عند البوتون الأول ممكن نبدأ نكتب في داخله Alert View بس قبل ما نبدأ نكتب إذا جيت أنت تكتب الآن الكود داخل البوتون نفسه هنا حيكون الكود طويل شوي وما هو واضح لا لك ولا لأي شخص يأتي من بعدك يعني أنك تكتب كل الـ Function في داخل الـ Action نفسه حق البوتون فأفضل شي نكتقسم وتحط Function خارجية يعني مثلا المستخدم ضغط على Alert View تعرض Alert View فتيجي في الأسفل تكتب Function خاصة بهذا الشيء فنقول مثلا Function ونسميها مثلا Show Alert View ما رح نخليها تستقبل بس في أغلب المشاريع الواقعية غالبا بيكون يستقبل المسج نفسها والتايتل حق الألرت لكن هنا بس عشان نشرح المبدأ الأساسي للألرت فراح الآن نجي هنا نعرف عندنا الألرت ونعرض الألرت رح نقول للت ونعطي له اسم سميه مثلا Alert يساوي UI Alert Controller ونفتح قوس ونبدأ نختار خيار اللي فيه تايتل ومسج وستايل التايتل اللي هو عنوان الألرت اللي احنا نبغى نعرضه فنقول مثلا أي اسم أو أي تايتل قلنا نكتب كلمة تايتل نفسها حتى نشوف وين نعرض هذا التايتل والمسج مثلا نكتب هنا My Alert Message ونيجي عندنا الستايل الستايل هو اللي يقولنا عندنا النوعين من الألرت اللي هم إما الألرت view أو الأكشن شيت شوفوا هنا نضغط . ونبدأ نختار هل أبغى أكشن شيت ولا ألرت هنا رح نستخدم الألرت ننزل الآن نضيف الأكشن لهذا الألرت أو الخيارات المتاحة عندي فأقول لألرت .add action وأبدأ أعطيه الأكشن الأول فالأكشن الأول رح يكون UI Action أو UI Alert Action نفتح قوس ونعطيه تايتل والستايل عنوان هذا الأكشن لنفترض أن الرسالة التي نعرضها الآن هي مثلا لتسجيل الخروج مثلا sign out نكتب في التايتل ونكتب هنا Are you sure you want to sign out أنت متأكد تبقى تسجل خروجك من التطبيق فإيش بتكون الخيارات؟ بيكون عندي خيارين اللي هو تسجيل الخروج أنه إيوة أسجل خروجي أو الخيار الثاني إلغاء ما بقى سجل الخروج فنكتب في الخيار الأول اللي هو مثلا نكتب action when ونجي هنا نحط الستايل اللي هو الدوت ويعطيني هنا ثلاث خيارات في الأكشن هذا اللي فوق اللي هو الستايل الأول خيار الألرت نفسه فعندنا نوعين alert view و action sheet هنا الستايل الخاص بالأكشن اللي داخل الألرت فعندي ثلاث أنواع منه لما نقول للدوت يقول اللي تبغى cancel default destructive إيش الفروقات ما بينهم؟ الـ cancel واضح أنه هو هذا الشيء يستخدم للأكشن الخاص بالcancel بالإلغاء الـ default اللي هو الـ default العام لأي خيار أنت تبغى تحطه destructive destructive لما تحط خيار أو action لخيار مهم جدا أو حساس جدا مثلا حذف الحساب أنت عندك application والمستخدم يبغى يحذف حسابه فتطلع على رسالة تنبيه أو alert أنت متأكد تبغى تحذف الحساب ويكون عنده خيارين فيه خيار cancel إلغاء وفيه خيار حذف الحساب فحذف الحساب يكون الـ style الخاص فيه destructive ما فيه اختلاف في الإجراء أو في الـ action اللي بيصير داخلهم بس اللي يفرق في destructive عن default إنه destructive تظهر باللون الأحمر فيبان للمستخدم أن الشيء هذا يعني مهم تنتبه لها العين أنه ترى هذا الشيء حذف الحساب نهائيا شيء غير قابل للرجوع منه فراح نستخدم الثلاثة كلهم ووريكم الفروقات ما بينهم خلونا هنا بس نحط default ما رح نحطها destructive الـ handler هو الشيء اللي نحن نبغى نحط فيه الكود لما المستخدم يضغط على الـ action هذا إيش بيصير رح نتكلم لاحقا إن شاء الله بالتفصيل عن الـ completion handler وكيف نتعامل معه وهو جدا مفهومة بسيط ولكن شائع في أغلب التطبيقات بنخصص له فيديو إن شاء الله فنفتح الأقواس المعكوفة وندخل بداخلهم نكتب action in وننزل نكتب هنا الكود اللي عندي فهنا رح أقول لأنا print ورح أعطيه مثلا أي رسالة بس أقول لأنه action when clicked الخيار الثاني اللي أنا بغضيف خيار ثاني في الـ alert عندي رح نفس الرسالة أو نفس الآلية ونقول لأ alert dot add action ونبدأ نعطيه الآن تعريف الـ action بمسميات عامة حتى نرى كيف تظهر عندنا ونشرع عليه نرى هذا الـ action وين ظهر هنا عندي في الـ alert view هنا نقول action 2 وبالنسبة للـ style الأول اخترنا default هذا نختاره مثلا إيش cancel وبنأتي للـ destructive الـ cancel عادة ما رح أكتب أنا أي كود في داخله هو ألغاف فby default هنا بس رح أكتبنا مجرد ما أنه يكون cancel ما رح يصبح شي فخلص ما رح يسوي أي هاندلر عندي ما رح يسوي أي إجراء وهو من نفسه أساسا أي خيار يضغط عليه سواء كان style default أو cancel أو destructive يقفل الـ alert من نفسه الآن أنا فقط عرفت الـ alert وعرفت الـ action اللي عندي داخلي الـ alert بس باقي ما بعد عرفت أنا الـ alert فحتى أعرضه أقول له present وأعطيه اسم الـ alert اللي هو alert ونعطيه الآن الـ animated نفسه لما نعرض واجهة جديدة والـ completion هنا نقول له نل الآن نأتي هنا بس نستدعيف هنا نقول له هنا إيش اللي هو Show Alert View نأتي نشغل في شاشة المحكاة ونشوف كيف لما نضغط على الزر الأول رح يعرض لي الـ alert view اللي موجود عندي بالرسالة اللي موجودة فيه وبالخيارين والفروقات ما بين default وما بين cancel الآن زي ما نشايفين ظهر معنا الواجهة اللي احنا صممناها في الـ storyboard فرح نضغط على Show Alert View شوف طلع لي إيش Alert هذا title اللي احنا كتبناه هنا عندنا لما عرفنا الـ alert عطيناه لـ title اللي هو title هذا هو title اللي يفور My Alert Message هذه الرسالة اللي تظهر تحت title الـ style alert هذا هو style للـ alert الـ action sheet يكون بالأسفل يظهر من الأسفل فهذا style ليش؟ الـ alert view الآن جيناه هنا أضفنا Add Action Add Action أضفنا خيارين عندنا Actions اللي هي Action 1 و Action 2 شوف ظهرت عندي معكوسة لأنه الآن مفروض بالإنجليزي فمفروض اللي أني أضفت Action 1 يظهر Action 1 أول و Action 2 بعده لكن هنا ظهر عندي Action 2 بعدين Action 1 إيش السبب في هالشي؟ السبب أن Action 2 نوعها Cancel تمام؟ وهذه مهمة في موضوع الـ Cancel أن الـ Cancel دائما تظهر أول يعني حتى هنا لو جيت عكستهم حطيت خلونا نغيرهم هنا بس نسوي هذا Cancel ونغير هذا إلى Default قفل نشغل شاشة محاكاة مرة ثانية فتلاحظ الآن أنه Action 1 صار الأول ليش؟ لأنه Cancel قبل نفسها بلغة Swift لما أنت تحط واحد من الـ Actions الآن الذي لديك Style الخاص فيه Cancel يظهر أول واحد ترى الآن Action 1 ظهر أول واحد لماذا؟ لأنه نوعها Cancel فأول ما يرى المستخدم يرى أنه تراجع عندك هنا هذا نوعها Cancel فهنا هذا زر الإلغاء دائما يظهر أول واحد إذا كان Style يظهر أول واحد الثاني الذي هو Default طب لو كان هذا الثاني دعونا نرجعهم لأنه هذا مفروض أنه فيه Click هنا فهذا نخلي Default وهذا نخلي مثلا Destructive لنرى Destructive كيف يظهر معنى ستعرض للمستخدم رسالة حذف الحساب مثلا هل أنت متأكد من حذف الحساب فيكون الخيار الأول مثلا إلغاء والخيار الثاني أحذف الحساب فنرى الآن هنا خيار الإلغاء وهذا الخيار الثاني الخاص فيه Destructive فنرى ظهر عندك باللون الأحمر فتنبئ المستخدم تنتبع عينا وترى فيه شيء مهم ستتتخذ إجراء فيه الخيار الأول الذي كنا نضع وهنا أطلع عندي Action وانكليكت فأنا هنا ممكن أتخذ أي إجراء أو أكتب أي كود أنا أحب أكتبه نرجع هذا Cancel لأنه لو كان Destructive مفرض أن نكتب شيء في الهندلر هل أنا ممكن أكتب أكثر من Action داخل الألرت عادي وطبيعي جدا أنا ممكن أنسخ هذا Action الآن وأأتي هنا بعد Cancel ونضع لسق ونسمي هذا مثلا Action رقم ثلاثة ونجعل هذا Destructive من واحد Default واحد Cancel واحد Destructive وهنا نقول button 3 Clicked لا لا ونشغل السيميليتر مرة ثانية رح نلاحظ أنه عندنا ثلاث خيارات لكن في الثلاث خيارات يختلف مظهر الألرت قليلا فنشوف نرى الآن كيف ظهر معنا Action 1 بعدين Action 3 بعدين Action 2 لماذا؟ مع أني أنا هنا مرتبهم على أنهم Action 1 Action 2 Action 3 زي ما قلنا قبل شوي Cancel هو اللي يختلف فالCancel لما يكون فنزل في الأخير بعدين أخذ Action 3 وحطي Distractive بقى باللون الأحمر فهذا بالنسبة لإيش للألرت فيو طيب بالنسبة للنوع الثاني اللي هو الأكشن شيت رح نجي نعرف لفنكشن خاصة فيه بعد Show Alert فيو هنا ممكن نقول لفنكشن أخرى نسميها Show Action Sheet وبداخل هذه الفنكشن رح نعرف الأكشن جواب Preferred Style التايتل رح نسمي نفس الفكرة مثلا تايتل والمسج رح نحط فيها مثلا My Action Sheet Message والستايل للمرة هذي رح نقول لدوت ونختار الأكشن شيت ونفس الأكشن زي نفس ما أضفناهم هنا عندنا في Alert View نفس الطريقة نضيفهم في الأكشن شيت فنقول لألرت دوت Add Action يعني نضيف لأكشن في داخل Cancel Default Destructive رح نضيف هنا Default وما رح نضيف أي شيء رح نضيف هذا لو تبغى تضيف بنفس الطريقة هذه تفتح الأقواس المعكوفة وتضيف Action إنه تبدأ تكتب الكود اللي عندك لو تبغى تحذف شغلة معين اضيف شغلة معين أي كان الشيء اللي أنت تبغى تسوي ما تبغى تسوي شيء بس تضيف زي زي ال Cancel فنفس هذا Alert Action الأول رح ننسخ ونضيف Alert Action ثاني ممكن ننسخ ونضيف Alert Action ثالث لحنا لليش سمنا Title 1 هذا مفرض نحن نسمي Action 1 وهنا Action 2 والأخير رح يكون Action 3 كلهم الستايل حقهم لاحظ Default خلونا هنا بس نضيف الاستدعاء لل Function اللي هي Show Action Sheet نجي نحن نسينا ما نحط Present Alert View ف Present Alert Animated True Complition 0 الآن نشغل مرة ثانية ونختار ونضيف على Action Sheet هذا هو Action Sheet Action 1 Action 2 Action 3 طيب لو غيرنا الستايل ما بين Default و Cancel و Distractive شوف الآن كلهم منوعهم Default فظاهرين بهذه الطريقة أو بهذا المظهر فنغير نضيف مثلا اللي في الوسط اللي هو Cancel اللي هو Action 2 والأخير ثلاثة نحط Distractive عشان نفهم الثلاثة كيف أيضا نشتغلون في Action Sheet الCancel لها طريقة مختلفة في Action Sheet في ظهوره فلو سوينا Click الآن نشوف Action 2 اللي هو نوع Cancel يظهر لحاله آخر شي في الأسفل وبشكل منفصل عن Actions الأخرى بينما Actions الأخرى تظهر بحسب ترتيبنا اللي اضفنا هنا الأول بعدين الثالث فالأول بعدين الثالث طيب قبل ما نتكلم عن الفروقات ما بين Action Sheet وال Alert View طبعا الآن واضحة الصورة لكم هنا Title هنا تظهر المسج وهنا عندك الخيرات Action 1 و Action 2 و Cancel نريح نتكلم عن شغل اللي هي إضافة حقل أو Text Field بداخل Alert View فهنا ممكن نقول لها Alert Add بدان ما أقول Add Action أقول Add Text Field و داخل Text Field هذا رح نفتح أقواس ونكتب هنا عندنا أيضا قوسين مربعة ونكتب Text أو ممكن نقول مثلا TXT Name شيء يرمز للتكست Field أو الحقل هذا هنا نقول N وننزل سطر ونبدأ هنا نحط لو نبغى أشياء نضيف على التكست هذا مثلا نحط هنت أو الرسالة الباهت هذا فنقول الاسم اللي إحنا سمينا هذا TXT Name TXT Name Dot Place Holder يساوي مثلا Name شوف الآن لو شغلنا بنشوف كيف Alert View يظهر معنا مع التكست Field اللي احنا ضفنا الاسفل يعني هي مرتبة كالتالي التايتل بعدين المسج بعدين التكست Field لو حبيت تقدر ضيف أكثر من تكست Field بنفس المبدأ نفس الكود هذا تكرر مرة ثانية بعدين تظهر عندك Actions آخر شي طيب هنا تقدر تكتب أي شي شوف نحن الرسالة اللي ظهرت عندنا أو Place Holder اللي هو Name طيب أنا كيف فأجيب القيمة لو أنا كتبت هنا الآن اسم Name وأبغى أسوي كليك على واحد من Actions اللي عندي وأسحب القيمة اللي موجودة في داخل الحقل هذا وأتخذ فيها إجراء فخلونا نشوف لنا واحد من Actions اللي موجودة مثلا اللي هو Distractive هذا نسحب فيه هنا نقول مثلا Action 3 name ونبدأ نحط ال Name اللي عندي ال Name راح يكون ما بين الأقواص من أجيب قيمة ال Name سأجي عرف هنا عندي Let ونصل لل Text Field نفسه فكيف أوصل لها أعرف لها اسم مثلا TXT Name يساوي الاسم Alert .Text Fields بعدين نضع Off 0 هنا ممكن نضع Exclamation Mark أو Force Unrupt الآن بشرح بالتفصيل بعد شوية هنا نقول TXT Name .Text حتى نصل لحقل نفسه فلو شغلنا الآن ونضع على Action 3 ونلاحظ أنه طبعنا في الأسفل Action 3 .Name والاسم الذي كتبناه في داخل هذا الحقل ونشرح على الكود بالتفصيل كيف حدث هذا فأكتب الآن هنا ممكن نكتب أحمد ونضع Action 3 الآن هنا أشوف Action 3 .Name أحمد كيف هذا كيف وصلنا للقيمة مصفوفة أو أري في داخل الألرت هذا حتى أنا أوصل لهذا text فكل اللي علي أن أقول لأ أعرف عندي TXT name alert وهذا الألرت تكست fields يجب لي اللي أنا أضفتم كتكست في داخل هذا الألرت 0 لماذا نقوم علامة التعجب !Name لأن ممكن لا يكون هنا شيء يسبب error 0 فأسوف تطلب منك إما أن تقوم الفورس أن راض و OFF 0 لأن ما لدي هذا الذي ضيف في داخل المصفوفة تكست field 1 فقط فالآن أنا جبت التكست field وأصبح هذا مرتبط مع التكست field TXT name فأقدر أوصل للتكست الذي فيه و أضع القيمة في داخل جملة الطباع البرينت طيب نريح نريح نتكلم آخر شي عن الفروقات متى أنا أستخدم هذا الألرت ومتى أنا أستخدم هذا الألرت الآخر اللي هو action sheet أنت فعليا تقدر تستخدم الاثنين يعني أي كان الخيار اللي عندك لو أخذنا مثلا رسالة تسجيل الخروج تقدر أنك تعرضها باستخدام الألرت view بألرت زي هذا تسجيل الخروج يكون في زرين cancel و sign out وتقدر أيضا أنك كود يعني كفنكشن تعرضها بالaction sheet لكن لا يوجد أحد يعرض رسالة تسجيل الخروج في أي تطبيق بالaction sheet دائما تستخدم في alert view لماذا؟ لأن alert view المتعارف عليه أنك تستخدم عندك خيارين خيار في مسار يمشي وخيار آخر في مسار آخر تمام يعني تسجيل الخروج في عندي إجرائين إما أني أنا أمشي باتجاه يحذف حسابي بشكل كامل أو الإلغاء وأبقى داخل الحساب أي أن كانت الرسالة بس فيها إجرائين منفصلة تماما عن بعض بينما action sheet يستخدم للإجرائين من نفس النوع مثلا أنا أبغى المستخدم إذا سوى click على button يعطي لتنبيه أو خيارات لالتقاط الصورة هل تبغى تلتقط صورة من الكاميرا أو تبغى تلتقط صورة من الجاليري الستوديو أو مكتبة الصور فأنت تختار خيارين كلهم من نفس النوع وكلهم يصلون إلى نفس النتيجة كلهم رح يصلون على نفس النتيجة في الآخر أو نفس الهدف نوصل لها نحن نجيب صورة ونعرضها داخل التطبيق فأنا أبغى أقول للمستخدم التقاط الصورة عبر الكاميرا أو الجاليري فعرضها في داخل action sheet فكل الخيارين هي تأدي في نهاية لالتقاط الصورة فمن نفس النوع أي شيء بنفس المبدأ هذا خيارين من نفس النوع أو نفس النتيجة أوصل لها تعرض بداخل action sheet خيارين منفصلة تماما باتخاذ إجراء إما دعونا نقول واحد يمين وواحد يصار يعني مختلفة ممكن أعرضها في داخل alert view ما رح نطيل أكثر في الفيديو هذا كان كل شيء بالنسبة لدرس اليوم أستدعكم الله والسلام عليكم